اهلا بكم بداية احتفلت القوات المسلحة الاوكرانية بيومها الوطني والذي يصادف السادسة ديسمبر من كل عام احدث الاسلحة والمعدات العسكرية والتعاون مع الشركاء الاوروبيين والغربيين والتدريب وفق معايير الناتو هي بعض من المستجدات التي طرأت على القوات المسلحة الاوكرانية في يومها الوطني الذي بدأ الاحتفال به منذ عام 1993 ورغم ان الجيش الاوكراني له جذور تاريخية عميقة الا ان الاحتفال خلال الاعوام الاخيرة له اهمية خاصة في وقت تواجه فيه اوكرانيا عدوانا روسيا شرسا هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الاوكرانية تشير الى انه منذ بداية الحرب الروسية الهجينة اصبح الجيش الاوكراني واحدا من اقوى الجيوش في القارة الاوروبية وفقا لتصنيف الشركة العالمية جلوبال فاير باور فان الجيش الاوكراني دخل قائمة افضل 30 جيشا في العالم من اصل 133 دولة مع الاخذ بالاعتبار 50 مؤشرا في هذا التصنيف اليوم تخلينا عمليا عن التعبئة واساس الجيش هم الجنود المتعقدون ولا يشارك المستجدون في الاعمال القتالية القوات المسلحة تمكنت من انشاء نظام اداري حديث باستخدام وسائل الاتصال الحديثة السلام الذي تنعم فيه العاصمة كييف واوكرانيا ككل هو نتيجة جهود القوات المسلحة الاوكرانية والتي تعتبر الاساس في نضال اوكرانيا من اجل المحافظة على اراضيها وحماية حقوق الانسان وحرية المواطن الاوكراني واي شخص موجود في اقليم بلدنا اشتركوا في القناة